لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري اللمست ما صفح يوماً إذ فارك مرحبا يعطيكم العافية يا رب تكونوا بخير بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع الغش واحد من أشياء الغشة اللي بيستعملوها بيعين العطر وبأسف أنا أقول هيك يعني طبعاً ما بيشمل الكل بس للأسف يعني بدي محلات العطور الراقية جداً والفخمة والأسعارة يعني باهزة ومو بتنطمو مو كل الناس تقدر تفوت عليها أو تشتري منها كمان عم يطلع عطرات مخشوشة أنا عم بيحكي طبعاً يعني للأسف بعالمنا العربي يعني هلأ بأوروبا يمكن يكون الموضوع شوي يعني مختلف بس على الانترنت كمان ما بنضمن دايماً يعني جودة العطر إذا كان مخشوش أو ما نومخشوش بس خلينا يعني نمشي فيها ونقول شو الأشياء اللي مثلاً ممكن نعرف منها أنه العطر مخشوش من أشياء وقت تروح أنت عند البيع العطر أو البوتيك تبع العطر بيجي بيعرض عليك عطر بقولك فهذا لك وبعده مسكر هدا تسترشمت تسترشممك عجبك بيعطيك أنتنة عطر بتكون إما مستعملة أو ملعوب فيه بس عمي وهمك إنه إنه الصير تبعها إنه الانتنة مسكرة أو الصير تبعها مسكر و وقل آخرين هلأ رح فرجيكم كيف كيف بيمشوا بهذا الموضوع وكيف بيساوب هلأ أول شي هو بيجي بيفتح الانتنة يعني اذا قربت عليكم هيك شوي بنيفتح القنينة من السفن اذا شايفين هيك بنيفتح القنينة من السفن وبتكون هي كلها مسكرة وليكن اجا فتحها فتحها بالسكينة شوي شوي لحتى تبقى زواياها وشكلها مضبوط وطبعا مثل ما قلت لكم نوع السلوفان للعطر بيلعب دور كتير كبير لانك انت تعرفوا كمان انه مخشوش او مخشوش او مخشوش هناك سلوفان دغري بيين كيف يكون مخشوش اذا طلعنا على هذه الانينة نرى كيفية شكل السلوفان كله متناسق مع بعضه لا يوجد زوايد هنا مثلا شغل ايد مثل ما يغشوا هون شايفين كيفية السلوفان عن اخته لا تجاوز تقريبا 8 ميلي او 7 ميلي يعني من 6 الى 7 ميلي هون فتحها الانينة بيتفشها شوي من تحت يعني بالطاعة وبعدين بيجيب السكينة بيفتحها بالسكينة عشان ما يبين انه هو لعبان بايدو هلأ ما حد بيسكينة لسه ممكن افتحها بطاقة الفيزا اذا بمشي حاله شايفين كيف يعني بعملها هيك من هاي الجهة او السكينة بتكون بافة كلها وفتحها الانينة هلأ بس ان فتحت الانينة بيجي من سفلة من هون من تحت و بيسحب الانينة طلعها هيك من تحت ورش منها او رش للزبون وليكن يعني اخدها استعملها ايه خلص خلص استعمل وخلص يعني ما بتكون هي اصلا النينة ما ملوكية هلأ كمان وقت تطع الانينة بتكون تنتبهوا كمان لهذا الموضوع وقت تبخ اول بخة او ترش اول رشة ما بيكون ما بيكون السبراير هذا في قلبه عطر فاول رشتين او ثلاثة يعني ما بيطلع عطر بعدين بيطلع العطر هون انت بتعرف كمان انه النينة مانا مستعملة لانه اذا كانت مستعملة من اول بخة بيكون فيها عطر يعني ضغري بيطلع عطر هون بنعرف انه انه البيع اللعبان فيها ولا لا هلأ خلصنا من هاي سكرنا رجع الانينة محلة وسكرها من تحت من هون شايفين يا رب تكون الصورة واضحة ما نعرف كمان يطلع تسجيل بكل احوال سكر الانينة بهدوء هاي تسكرت معه حسنا بعدين دفعها لجوة ورجعها هلا هذا السيل اذا طلعنا عليه اللي هو السولوفان رح يعملوا هيك ورح شايفين كيه رح يعملوا هيك كاعدة السيل رجع متل ما هو شايفين السيل رجع متل ما هو هلا بيجيب ورقة نقدية وليكن 10 ريال 10 دولار اللي انتو بتشوفوا ورقة نقدية عادية بيحط 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 الانينة هيك شايفين كيف بيحطها على الانينة بيحطها هيك هاي هيك بيحطها من تحت محل ما فتح بعدين بيجيب الداحة واللاع يعني بيحطها بيحطها بيحمي هاي المنطقة ردحتي مش غرمني شايفين كيف هيك بس لحتى ما يأثر هيك على الصوفة شايفين هيك عماها بعدين يجعل الانينة طرعت هيك شايفين كيف نسكرها هاي من الاشياء اللي بيغشوا فيها طبعون عطر بتمنى كمان من الاخوة اللي عم شوفوا الفيديو وعندن محلات عطر سقطة فيكون كبيرة بانه يعني دايما نحنا عم نشتغل بنور الله وعم ننقل لقمتنا بالحلال كمان ما تكون هاي الطريقة سبب لها أو طريقة نشفي الناس بحبتي كتير ورح بيجي كمان الفيديوهات تانية نكمل كيف ممكن نعرف العطر المرشوش كونوا بخير بحبكم كتير محمد كم معكم طمان الله لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك